طيب وعشان كده فيه تدرج ومرحلية في الرؤية المصرية إلى أي مدى حالك شايف أنه الرؤية المصرية هي بتصب في النهاية في صالح الفلسطينيين أو صالح الفلسطينيين هو طبعا تحية للمفاوض المصري اللي أثبت على طوال التاريخ منذ مفاوضات كان بديفيد وحتى الآن أنه قادر ولديه يعني قدرة على التفاوض وقدرة على الوصول للحلول يعني المفاوض المصري لم يتراجع حتى في أصعب الأزمات التي تعرضنا لها كانت لو حضرتك تذكر المفاوضات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي وتم على أساس إطلاق وتبادل الأسرة من الجانبين بزلت مصر جهدا كبيرا إلى جانب أنه في هذه المرحلة تحديدا كانت في مراحل سابقة من حوالي شهرين كان هناك بالفعل مفاوضات في شهر فبراير الماضي كان من الممكن أن تحتس اختراقا في هذه الأزمة لكن تعرضت لعدم التوافق بين الطرفين الطرف الإسرائيلي من جهة وحركة حماس من جهة أخرى وعلى الرغم من ذلك يعني لم يحبط المفاوض المصري واستمر في بزل الكثير من الجهود واستمر في مفاوضاته وأصفر هذا الجهد عن ما نشاهده الآن أن هناك اختراقا فعليا وهناك بالفعل موافقة على المقترحات التي هي في الأساس مقترحات مصرية من أجل رأب الصدع ومن أجل إيجاد حلول فعلية لهذه الأزمة والوقوف على ضرورة حل هذه الأزمة فالمفاوض المصري بزل في هذه المرحلة تحديدا جهدا كبيرة قدم الكثير من الحلول يعني حاول أن يقرب وجهات النظر حاول أن يوائم بين رؤية النظر بالنسبة لحركة حماس ورؤية النظر الإسرائيلية وصل إلى يعني منطقة وسط بين الاثنين لأنه لا يمكن في مثل هذا الصراع أن تلبي مطالب جهة على حساب جهة أخرى كل طرف لديه رأي عام يخاطبه كل طرف هناك خسائر كبيرة منية بها سواء الجانب الإسرائيلي ولكن استخدام الرأي العام العالمي وهو مأجدته مصر في الفترة السابقة وخلق رأي عام لصالح القضية الفلسطينية قد يساعد وبشدة في الضغط على الجانب الإسرائيلي في تحسين المفاوضات والتعامل أعتقد أن ما قامت به مصر بداية من المؤتمر في شهر أكتوبر اللي فات مرورا بكل المفاوضات اللي تمت بجانب الوساطة أو من خلال الوساطة المصرية أعتقد هذا يساهم في خلق رأي عام يضغط الجانب الإسرائيلي هو ساهب بالفعل لأن نظرة العالم كما أشرت تغيرت تماما بالنسبة للقضية الفلسطينية في البداية كان الرأي العام العالمي يرى أن حركة حماس تجوزت الخطوط الحمراء عندما قامت بعملية 7 أكتوبر لكن بعد ذلك وكانت المطالبات بمعاقبة حركة حماس وغيرها وكان الاتجاه ضد حركة حماس بالنسبة لرأي العام العالمي لكن المتغير الحقيقي جاء بعد إصرار مصر على أن هناك قضية تفاعلت وتفاقمت إلى أن وصلت إليه الأمور إلى ما وصلت إليه فوجهة النظر المصرية كانت أساسية في تغيير وجهة نظر معظم دول العالم خاصة الدول الغربية فمعظم الدول الغربية زي ما حضراتكم عارفين أنه هي داعم أساسي ودعم رئيس الإسرائيل وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني كلما عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي تستخدم حق الفيتو وآخرها طبعا الفيتو اللي استخدم ضد قيام الدولة الفلسطينية أمام مجلس الأمن يعني صوتت 12 دولة واعترضت دولتين والوحيدة اللي استخدمت حق النقد هي الولايات المتحدة وتم إجهاض مشروع القرار الأجانب أنه أربع مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن أجهضت بفعل الفيتو الأمريكي تاني حاجة أنه النهاردة هناك الجنائيات الدولية تحاول أن تفرض قواعدها على معظم أطراف الحكومة الإسرائيلية وعلى رئيسهم رئيس الحكومة بن يمين نتنياو بتوجيه اتهمات إبادة جماعية ومطالبة بمحاكمته أمام الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية أيضا مارست ما تستطيع أن تمارسه بإصدار العديد من التوصيات التي ألزمت بها الحكومة الإسرائيلية التي لم تلتزم كما لم تلتزم بمقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي طوال تاريخ فده كله اللي أسهم في تغيير هذه الصورة بشكل أو بآخر الموقف المصري السابت لأن مصر بتعتبر القضية الفلسطينية هي جوهر القضايا في المنطقة وعلى رأس القضايا التي يجب أن تحل فوجهة النظر المصرية تتلخص في ضرورة أن يتم حل هذه القضية التي استعصت على حل على مدى 75 عام هي عمر الصراع العرب الإسرائيلي أصبحت الآن بالفعل أمام مفترق طرق يجب أن ينظر العالم لها نظرة فعلية لأن الدولة الفلسطينية هي الوحيدة التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال كل مظهر الاحتلال انتهت من العالم سواء في أمريكا الليتنيا أو في آسيا أو في أفريقيا وما زالت القضية الفلسطينية التي ظلت دون حل على مدى تاريخها المعاصر فطبعا وجهة نظر مصر والكيادة المصرية رأت أنه يجب أن ينظر العالم بجدية لهذه القضية ويتم حلها حلا عادلا حتى يتعايش المجتمعان فيما بينهما في سلام حتى يعمل سلام هذه المنطقة يجب أن تحل هذه القضية حلا يرضي الأطراف يعني أنه النهاردة الشعب تحت الاحتلال ما نشاهده الآن استخدام مفرط للقوة من جانب دولة لديها كل ما تمتلكه من أدوات ضمار وأدوات حديثة أو تكنولوجيا متطورة في الحروب تستخدمها ضد شعب أعزل معظم الشهداء من النساء والأطفال 80% من حجم الذين سقطوا هم من النساء والأطفال إلى جانب طبعا المستشفيات ودور العبادة والمدارس وحتى منظمة الأنر وكلها تعرضت للضمار في هذه الحرب فطبعا يجب أن ينظر العالم بمصدقية لهذا الصراع وأن يتم حله على أسس تحقق مطالب الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر